روح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أباد الأباد كلها أمين النهاردة الكنيسة بتحتفل بتسكار نياحة القدس العظيم البابا زخارياس البابا الاربع وستين ومعروف اللي بيبقى عندنا أحد الأباء البطاركة الشرقيين بتكنيسة بتضع لنا قراءات الأباء البطاركة الشرقيين ودايما الإنجيل بيكون من إنجيل معلمنا ماريو حنة الإنجلي البشير الإصحاح العاشر المعروف دايما بإنجيل الراعي الصالح البولوس النهاردة ماشي في نفس خط القراءات الخاصة بالأباء البطاركة وبيتكلم عن الضعف الجسدي اللي موجود عندنا نحن البشر والخدام عندهم ضعف بشري ولكن الله لا يتركهم عشان كده بيقول محزونين في كل شيء لكن غير متضايقين مطردين لكن غير سقطين متهدين لكن غير مطرقين مطرحين لكن غير هالكين حاملين في أجسادنا كل حين إماتت يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في أجسادنا قال الكلام دوان علشان هو الآية مهمة قبلها الآية دي بتقول إيه بتقول إن لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح الله الذي قال إن هو هيشرق نور من الظلمة دي تفكرنا بسفر التكوين أول إصحاح لما ربنا قال ليكن نور فكان نور هنا معلمنا بولس الرسول عايز يقول إن في بداية الخليقة كان هناك ظلمة والله خلق من الظلمة نور إحنا كمان بالمثل في ظلمة في قلبنا ولكن ربنا جه وأشرق علينا فين في قلبنا وصنع من الظلمة اللي جوانا صنع جوانا نور إمتى ربنا صنع جوانا هذا نور في المعمودية لأن المعمودية يطلق عليها أيضا سر الاستنارة فالله الذي خلق النور في العالم في اليوم الأول كمان جه وخلق جوانا نور النور اللي جوانا دون بنسميه الاستنارة الداخلية إن الواحد جواه نور العمل ده ما هوش عمل بشري ولكن ده عمل إلهي لأن فيها عملية خلق ربنا خلق من الظلمة بتاعتنا خلق لنا إيه نور جوانا علشان كده ربنا أعطانا هذا النور وهذه الاستنارة علشان نتمتع به أي إنسان خاطي بيكون في قلبه ظلمة بسبب الخطية ولكن لما بيرجع لربنا ويتوب ربنا بينور قلبه مرة تانية ويعطيه الاستنارة الداخلية إذن الاستنارة الداخلية ديني هي عملية خلق علشان كده بيطلقه على المعمودية إن هي الخليقة الجديدة ليه الله الله لم يعطينا هذه الاستنارة عشان بس نحن ننور ونستنير بها بس لا مش بس عشان نحن ننور ولكن كمان علشان نعكس نور المسيح اللي جوانا ونكون احنا عبارة عن إنجيل مفتوح للعالم ليه إنجيل مفتوح للعالم لأن بولس الرسول في الرسالته دي رسالة تانية إلى أهل كورنسوس صح الرابع قال قبليها كان فيه آية بتقول ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الظهر اللي هو الشيطان قد أعمى أزهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو سورة الله في ناس هالكين مفهومش الإنجيل الإنجيل مكتوم مفهومش الإنجيل مفهومش سر النور معدهمش استنارة داخلية علشان كده هم هالكين الله أعطى لأولاده النور علشان كده نيجي إحنا في تسبحة نص الليل نقول إيه قوموا يا أبناء النور كل واحد فينا هنا في الكنيسة اتعمد فهو يعتبر ابن من أولاده النور ليه ربنا إدانا النور دوان جوانا النور دوان ربنا أعطاه لنا السببين السبب الأولاني علشان يكون لنا البصيرة الداخلية المستنيرة يكون لنا استنارة داخلية عشان ندرك بيها الملكوت ما فيش حد يقدر يقول إن السيد المسيح هو رب إلا بالروح الكدوس فاحنا جوانا روح الله الكدوس اللي بيها نقدر ندرك ملكوت الله وهنقدر نفهم وهنقدر نعاين أسرار الحب الإلهي ونقدر نشوف ربنا بوضوح ونقدر نعرف مشيئة ربنا ونقدر نصلي ربنا ونقوله لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض نقدر نحب ربنا نقدر نفرح بيه ونفرح كمان بحبه لنا إذن السبب الأولي اللي ربنا أعطانا النور دوا إن إحنا يكون عادينا إحنا لنا إحنا البصيرة الداخلية وإن إحنا نبص للخلاص اللي صنعه ربنا يسوع المسيح وما نهملش هذا الخلاص المقداره عظيم جدا على العود الصليب طب إيه هو السبب التاني اللي ربنا خلى جوانا هذا النور السبب التاني عشان إحنا نشهد بحياتنا لربنا ونشهد للعالم أيضا ونكون إنجيل إيه بقى إنجيل مكشوف للعالم إنجيل معاش يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم اللذي في السموات ما نبقاش إنجيل مكتوم غير معلن لأ ده أي حد يشوفك يقولك هذا الإنسان إنسان مسيحي لا غشة فيه هذا الإنسان هو فعلا ابن النور هذا الإنسان هو ابن ربنا بالحقيقة بس مش مقصود بها ابن ربنا بالطبيعة لكن ابن ربنا بالبنوة علشان كده إحنا علينا دور والكنيسة بتعلمنا هذا الدور في كل قداز بنحضره نقول أمين 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 بموتك يا رب نبشر علينا دور إن إحنا نبشر إن إحنا نجرس عشان كده كراءات النهاردة هي خاصة بالأباء البطارقة وكرازتهم وبجهدهم وبتعبهم في الكرازة وفي نمو الكرازة وفي التبشير باسم السيد المسيح ده النور اللي جوانا ويكمل ويقول هذا النور أشرك في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله يعني إيه لإنارة معرفة مجد الله مين فينا يقدر يعرف ويعاين مجد الله غير لما ربنا هو اللي يعلن لنا عشان كده عيد الغطاس اسمه عيد الظهور الإلهي الله هو اللي أعلن مجده لنا اللي يقولك إن الله يعرفه بالعقل دي كلمة خاطئة جدا نزال عقل المحدود يعرف الله غير المحدود بالعكس ده ربنا هو اللي أعلن ذاته لنا هو اللي عرفنا ذاته عشان كده كلنا عرفنا ربنا بالمعمودية وعلينا إن إحنا نكرز للآخرين بهذه المعرفة ما ناخدش معرفة الله وتكون لنا إحنا بس بالعكس إحنا لازم نبشر لازم نكرز لازم نكون إحنا إنجيل مفتوح كل واحد فينا موجود في مكانه يقدر يكرز في البيت تقدر تجرز وكل واحد يشوف فيك صورة المسيح في العمل في الشارع في الكنيسة طبعا في أي مكان أنت تكون موجود فيه تكون شاهد حقيقي لمين؟ لربنا يسوع المسيح لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح بولس الرسول بيقول في وجه يسوع المسيح المجد الإلهي اللي ظهر دواً ظهر بواسطة شخص ربنا يسوع المسيح فإحنا بنعرف هذا المجد الإلهي عن طريق معرفتنا الشخصية بالمسيح أنت مسيحي ومكتوب في البطاقة مسيحي لكن هل لنا المعرفة الحقيقية بشخص ربنا يسوع المسيح إحنا ليه بنخدم؟ لإن إحنا دقنا طعم محبة ربنا يسوع المسيح فبنقدم المسيح للناس ونقول لهم إيه زوقوا وانظروا ما أطيب الرب حياة المسيح فينا اللي بنتمتع بيها بشركة مجد ربنا يسوع المسيح المجد الإلهي دواً نلاحظ هنا أن الله بيعطينا الاستنارة يأمة بالمعمودية يأمة بالتوبة المعمودية طبعاً لا تعاد لكن أنا لما أخطي أروح وأتوب لأن التوبة تعتبر معمودية تانية التوبة والمعمودية كلهما موت عن العالم موت عن الخطيئة عشان نقوم بحياة جديدة اللي اتنين المعمودية والتوبة عبارة عن قرار بالموت ولكن القرار بالموت إن إحنا نموت عن العالم بيعقبه حياة والموت عبارة عن إيه؟ عن ظلمة ظلمة وعدم إدراك لنا ومش عارفين عدم إدراك للحياة والحياة هي عبارة عن استنارة ومجد علشان كده نلاقي إن بولس الرسول بيكمل بيقولك النور اللي جواك دوا عبارة عن كنز مخفي جواك أنت مش عارفه ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزافية ليكون فضل القوة لله لا منا كل واحد فينا تعمد كواه كنز وواضح إن الجنس اللي جوانا ده مستخب فين؟ في جسدنا عشان كده جسدنا ده مصنوع من إيه؟ من طراب مصنوع من طين عشان كده جي بولس الرسول هنا وشبه إن الجسد بتاعنا عبارة عن أواني خزافية أواني فخار أول لما الأواني الفخار دي ما تكسر وتموت النور ده هيبان النور ده هيبان إمتى؟ لما نيجي نموت نلاقي إن النور دوا يبان كل واحد فينا أنتم نور العالم كل واحد فينا جواه شمعة جواه نور جواه نعمة الروح القدس إذن الكنز اللي جوانا دوا هو النور الإلهي اللي بيسكن فيي وفيك هي محبة الله الإلهية اللي موجودة جوايا وجواك وجواكي هي معرفة مجد الله إن إحنا نعرف ربنا مش ده أكبر كنز موجودة إن إحنا نعرف ربنا نعرف إن الله سالوس والقاب والإبن والروح القدس سلاسة أقانيم في ذات الجوهر الإله الواحد دي معرفة ديا نعرف الله دي أعظم معرفة في العالم كله إن إحنا نعرف ربنا الكنز اللي جوانا دوا هو كنز الروح القدس اللي موجود وساكن فينا بنعمة وعطية الميرون اللي إحنا أخدناه بعد المعمودية المسيح اللي بيحيا فيها هو ده الكنز وكمان عندنا كنز هي الخدمة المجيدة اللي ربنا استأمننا عليها ما قصدش بيها خدمة الكهنوت فقط ولكن يكفي أن يدعى اسمك مسيحي فأنت عليك دور إن المسيح يبان فيك إن أنت تعكس صورة المسيح وتكون أنت عبارة عن مراية والمراية بتعكس ضوء الشمس ومقصود بالشمس هنا هو شمس البر اللي هو شخص ربنا يسوع المسيح عشان كده في المجيء الثاني إحنا هنبقى عبارة عن إيه نجوم منورة في السماء مجرد نجوم بتعكس أشعة المسيح عشان كده يقولك نجم بيمتاز عن نجم فين في المجد اللي بيحجز ظهور النور ده اللي جوانا أو المجد الإلهي اللي فينا هو هذا الجسد الترابي ولكن يوم ما تكسر هذه الأنية الخزافية اللي هو الجسد أي يوم لما إحنا هنموت هيظهر فينا المجد العتيد أن يستعلن فينا زي ما قال بولس الرسول في رسالته لأهل روميا 8-18 فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا من حكمة ربنا علينا ومن رحمته علينا أنه هو خلى المجد دوان يكون مخفي في الجسد بتاعنا عشان احنا ما نتكبرش ده ليه؟ لأن الشيطان كان اسمه زهرة بنت الصبح ده أول لما شاف نفسه وشاف جمال نفسه ابتدى يتكبر فسقط فمن رحمة ربنا علينا أن المجد اللي جوانا دوان مخفي في الجسد بتاعنا ولكن هذا المجد هيستعلن إمتى يوم لما ننتقل من هذا العالم عشان كده ربنا بيسمح لينا بالألام والضيقات لألا نتكبر وعلشان في الآخر خالص كل حاجة ننسبها لشخص ربنا يسوع المسيح ونقول كده ليكون فضل القوة لله لا منا يكون فضل القوة ترجعها دايما لربنا لأنه ربنا هو أساس قوتنا كلها الخدمة مهما كانت ناجحة فهي ناجحة لأن قوة ربنا تعمل فينا مش شطارة مننا يعني لأ احنا عبارة عن شوية أواني خزافية ربنا بيستخدمنا علشان مجد اسمه الكدوس ربنا قادر أن يعطينا أن نعمل بالكنز المخفي جوانا ولربنا المجد دائما أبديا أمين علشان مجدد